تسبب الانقلاب وما نتج عنه من حرب في تشريد ألاف الأسر من منازلهم ثلاث سنوات من الحرب تكبد فيها النازحون الكثير من المعاناة وكان العراء مسكنهم وقوتهم القليل من المعونات المقدمة من المراكز والمنظمات الإغاثية تشتد معاناة النازحين والأسر المعدمة كل عام مع حلول فصل الشتاء خاصة في المناطق الأكثر برودة حيث تصل درجة الحرارة في بعضها إلى ما تحت الصفر ومع ترد الأوضاع في البلاد بسبب الحرب وتداهر الوضع الاقتصادي بشكل كبير أصبح حصول الأسر المحتاجة والأسر النازحة على أغطية كافية تقيهم برد الشتاء أمر في غاية الصعوبة وتسبب الوضع المعيشي المتداهر بتقلص التكافل الاجتماعي حيث أصبح الناس بسبب الفقر وانقطاع المعاشات بالكاد يستطيعون تأمين لقمة عيشهم الخاصة وأصبح عمل المبادرات الشبابية المختصة بتوزيع البطانيات على الأسر المحتاجة والتي التبيت في العراء أكثر صعوبة نظراً لندرة الرعاة والداعمين كالتجار بسبب فرض الميليشي الإنقلابية إتوات قسرية تحت مسمى دعم المجهود الحربي وكذلك توقف كثير من المنظمات والجمعيات عن نشاطها نتيجة ممارسات الملاحقة والتضييق والفرز السياسي الذي انتهجته ميليشي الحوثي في المحافظات التي تسيطر عليها